ينضم إلينا من القدس مرسلنا نضال كناعنا أهلا بك نضال نضال يعني كيف تنظر الصحافة الإسرائيلية وردود الفعل الإسرائيلية حتى هذه اللحظة على لربما التصعيد الغير مسبوق من الرئيس الأمريكي جو بايدن في ظل تصريحاته في المؤتمر الصحفي بواشنطن عن رئيس الوزراء بن يامين نتنياهو حول سواء عن عدم وجود حل الدولتين من قبل إسرائيل أو حتى استهداف المدنيين نعم ميسا يعني أولا الصحافة الإسرائيلية تتهم نتنياهو بالمسؤولية عن تدهور علاقات مع الولايات المتحدة الصحافة الإسرائيلية تقول بأن إدارة الرئيس بايدن وقفت إلى جانب إسرائيل كما لم يقف أحد من قبل أو حتى الإدارات السابقة منذ اليوم الأول كان هناك ضوء أقدر لإسرائيل لعملية عسكرية كان هناك دعم دبلوماسي دعم عسكري مباشر وغير مباشر عبر إرسالة الحاملات الطائرات ومن ثم الجسر الجو الأمريكي الذي ينقل الأسلحة لإسرائيل على مدار الساعة وبالتالي الآن نتنياهو يغضب الإدارة الأمريكية أولا بالنسبة للصحافة الإسرائيلية يعني تصريحات الرئيس الأمريكي كانت تلميحا لنتنياهو هو قال حكومة نتنياهو ولم يذكر نتنياهو بأن عليه أن يستقيل ولكن الرسالة فهمت على أنها حكومة نتنياهو وسياسة حكومة نتنياهو وعلى رأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي أولا الغضب الأمريكي هنا يقرأ على قضيتين أولا استمرار الحرب كما هي الولايات المتحدة تريد خفض مستوى الحرب في قطاع غزة وبالتالي هذه الاتهامات لإسرائيل بالقصف العشوائي في قطاع غزة الولايات المتحدة تريد وقف هذا القصف وتريد خفض إلى حد كبير لمستوى القتال الإسرائيلي في القطاع أي عمليا الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب التي تتحدث عنها إسرائيل وهي الدخول السريع بعض الأحيان إلى قطاع غزة لتنفيذ عملية ما أو ربما اغتيالات من الجو لكن ليس بقدر العملية العسكرية التي تجري الآن وربما الخلاف الأكبر بالنسبة للولايات المتحدة هو حول ما بعد الحرب نتنياهو قال بأنه لن يسمح بعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بالنسبة لنتنياهو عودة السلطة الفلسطينية هو كارثة هو الكابوس الأكبر الذي يخشى منه نتنياهو الذي بنى كل حياته السياسية على إدارة الصراع بدل حل الصراع وعودة السلطة إلى قطاع غزة ستعني العودة إلى حل الدولتين المشكلة بالنسبة لنتنياهو أنه يبني الآن على الانتخابات القادمة كشعار أنه هو الوحيد القادر على منع حل الدولتين ومنع إقامة دولة فلسطينية وعدم العودة إلى اتفاقية أوسلو نتنياهو يريد أن يميز نفسه عن بني جانس الذي ربح الكثير من النقاط في هذه الحرب وبالتالي نتنياهو يريد إعادة تشكيل الساحة السياسية في إسرائيل وفق هواه أي يسار ويمين يريد أن يسم بني جانس بأنه يسار وبأنه يؤيد إقامة دولة فلسطينية بينما نتنياهو لا يريد ذلك وهو الوحيد القادر على قول لا للإدارة الأمريكية هذا يعني بأن نتنياهو ماض في خلاف مع الإدارة الأمريكية ربما حتى النهاية بالنسبة لنتنياهو هو مستعد لخسارة إدارة الرئيس بايدن على الأقل لمدة سنة حتى تظهر نتائج الانتخابات الأمريكية القادمة في هذه السنة سيحاول نتنياهو أن يستعيد القاعدة الشعبية التي خسرها لصالح بني جانس بسبب هذه الحرب وبسبب الضربة التي تلقتها إسرائيل لكن عموما في هذا الأسبوع غدا سيصل مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى إسرائيل جيك سوليفون وأيضا مع بداية الأسبوع القادم سيصل وزير الدفاع الأمريكي ورئيس هيئة الأركان الأمريكية إلى إسرائيل أولا لتوضيح وجهة النظر الأمريكية فيما يتعلق في الحرب في قطاع غزة كما قلنا موقف إدارة الرئيس بايدن تعني وقف الحرب سريعا إعطاء إسرائيل ربما بضعة أسابيع لاستكمال السيطرة على المناطق التي دخلت إليها ومن ثم الانسحاب على الأغلب الولايات المتحدة لا تريد مزيدا من المناطق التي يشتاحها الجيش الإسرائيلي كمخيمات الوسط أنصرات والبريج أو الوصول إلى مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة بالنسبة للولايات المتحدة هذه الكارثة لا تريدها الآن وهي تقول بأن إسرائيل خسرت التأييد العالمي لهذه الحرب على قطاع غزة وهذا القصف العشوائي وبالتالي هي تريد وضع حد لهذا ومن ثم قضية اليوم التالي هذه مهمة جدا بالنسبة لإسرائيل وهذا ما قاله مستشار الأمن القومي الأمريكي قبل وصوله إلى إسرائيل قال بأنه سيثير هذه القضية مع الحكومة الإسرائيلية من القدس مرسلنا نضال كنعني شكرا جزيلا لك